مين منا ما شاف بس الفنان يحيا بيازي مع الممثل وقل شرف واللي ظهر فيه الفنان يحيا تحت أعراض هجمة التصلب اللويحي شو هو التصلب اللويحي؟ هل هو مرض خطير؟ وهل نوباته بتجي على شكل متقطع أم بشكل مزمن مستمر وتقدمي؟ لتعرفوا أكتر عن هالمرض تابعوا معي بهالفيديو التصلب اللويحي فعلياً إلو أسماع علمية كتيرة من ضمنه التصلب المتعدد أو حتى التهاب الدماغ وإنه خاعل منتشر البداية ومثل ما بنعرف أنه عدد من المحاوير العصبية بتكون مغلفة بمادة اسمها مادة الميالين أو مادة النخاعين وهي عبارة عن مادة عازلة كهربائياً بتسيد من سرعة السيالة العصبية المارة عبرها وبمرض مناعي ذاتي مزمن بتهاجم فيه الخلايا المناعية وبشكل خاطئ الخلايا الضبقية قليط الاستطالات واللي هي نوع من الخلايا العصبية بتكون فعلياً مسؤولة عن إفراز أو إنتاج مادة الميالين مهاجرة الخلايا المناعية لمادة الميالين رح يؤدي لالتهاب الألياف العصبية يلي كانت مغمدة بهاي المادة أو مغلفة فيها وهذا الالتهاب رح يؤدي لندوب تعرف علمياً باسم التصلبات تلف مادة الميالين رح يؤدي لتلف وتعطيل نقل السيالات العصبية بين الدماغ وباقي أعضاء الجسم فبيظاهر المرض بعلامات وأعراض كثيرة أهمها وأولها التهاب العصب البصري وتعتيم الرؤية المشاكل البصرية عادة ما بتكون أولى وأهم أعراض المرض بالإضافة للشعور بالدوار مع صعوبة بالتكلم وصعوبة بالتحكم بعضلات الجسم ولاسية مع ضلات الطرف السفلي بسبب إصابة النخاع الشوفي ممكن يؤدي المرض للشلل أو خزر شقي مع فقدان حس أو حادي الجانب مترافقاً أحياناً بخلل بوظيفة الأمعاء ممكن المسانع أو حتى العجل الجنسي أحياناً بيشعر المريض خلال الهجمات بنوبات من التعب والإرهاق وحتى الاكتئاب للمرض فعلياً أربع أشكال أو أنماط أساسية بالنمط الأول تتناوب الهجمات مع فترات هجوع بيناتها بالإضافة للنمط المترقي ثانوياً المترقي أولياً والإنتكاسي التقدم لازم تعرفوا أنه نساء أكثر عرضة للإصابة بها المرض والعراض المرافقة لك الهجمة تتنوع بين البسيطة والشديدة حسب درجة تأذي الأغلفة الميالينية لازم نعرف أن التصلب اللويحي معنى مرض وراثي على الرغم أنه للعوامل الجينية تدور بزيادة احتمالية حدوث المرض إضافة لأنه الدراسات أكدت أنه إصابات سابقة بعدوى مثل فيروس إبنشتاين باير أو حتى أمراض سابقة مثل المستكري من النامط الأول أمراض الغدد الرقية التهاب الأمعاء التقرحي كل ياتهم ممكن يؤدوا لزيادة احتمالية حدوث المرض وخلال عام 2008 بلغ عدد المصابين فيه 2 إلى 2.5 مليون شخص حول العالم تشخيص المرض فعلياً مانوسهل ومع الأسف العلاجات المتوفرة مانا نهائية يعالج المريض أحياناً بالاستيرويدات الوريدية وينصح المرضى دائماً والارتعاد عن التدخين وممارسة أنواع من الرياضة رحطتكم أمثلة عنها حالياً ما مننسى أهمية دعم النفسي للمريض منتمنى للفنان نيحية أنه يرجع لصحته وعاصيته وكذلك لجميع المرضى